السلام عليكم ورحمة الله نتمنى تكونوا بخير وعلا خير و بصحة جيدة اليوم اجبت لكم واحد ترطيبة رائعة زوينة بزاف تقدر يدريها في المنزل ديالك وما عندهاش شي سيلبيات لان المكونات ديالها كلهم زوينين هالترطيبة غنديرها بهاد المكوين هو الاساسي ولما كانش عندك هاد المكوين هو اصلا غالي تشريه بتمرخص بزاف لانك تقدر تشري منه غير شوية غير بلعبة ما تشريش القنينة والقلعة كاملة ولما كانش عندك نهائيا ما بقيتش منين غدا تشريه ولما بغيتش تشريه هاد المكوين هاد المكوين غاد نضاف عليه مكوينة خرى اللي سهلة وتاهم مكين في المنزل بس تعوضهم بهاد المكوين ومكوينة خرى موجودة في المنزل غنديرو هاد الترطيبة الرائعة للشعر هاد موليين ديال الشعر ديال الشعر الكرد والشعر الجاف اللي كيكون رطب ولكن كيكون ناجف والشعر اللي تيكون مقصف سواء بالحرارة ديال الصيف سواء بشامبوانات ولا بسوشوار ولا بتعرض دياله بزاف ديال بحل دي بخودوي وكيوليه جاف وكيوليه كيتهرس كيتكتصي به مهرس يعني متكسر لأنه نشف من ديكو الرطوبة اللي فيه هنا غدا يدرولي هاد البخوتين تبعوا مع عية البناسب انا هنه غدا يخود هاد الكاس ديال ل mañana والله تخده الكاس الكبير والله قدروو تستغنيو علي وها ماผصل غدا عن مع العقة وحده من هاد البخوتين هاد البخوتين او البروتين هو البروتين اللي كيشربو الناس اللي كيدروا الموسكيلاسيون اللي كيدروا على صال وكيترينيو وكيديرو الحديد كيبغيو تمسكلاو هادا هو البروتين اللي كايشلو فمني غا تشري انتي ما يمكنش غا تيتشريه من من واحد سيت وبتامان غالي باش داري بيه وصفة ما يمكنش وانما لانما غا تحتاجيش واحد لكميه كتيرة وانما غا تشريه من عند لونتخينو غلي كيكون في الاصال والليلة كانش يولدك تعرفيه كيترينيو عندوليش واحد في القسرة ديالك كيشري البروتينات غادي نوريكم ان ديك العبوة ديالو هي هادي يعني كينة هادي كبيرة وكينة وحدة فيها فيها وحدة الكمية قليلة بزاف وخغر نصف كيلو كينتاديها خمسمائة قرام هادي فيها الفين ومئة وسبعين قرام يعني اراها كبيرة بزاف وهاد البروتين هنا باقي واحدة الكمية كتيرة 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 بزاف يعني اكتر من النصف انا هادا كندير منه بزاف ديال الوصفات ورافات لي درت معاكم واحد الوصفة بهاد البروتين هادا من بعد المكون ثاني غادي نخوض واحد الموزة اللي انا خديتها هادي شي ربعيام ودرتها هي كانت موزة عادية صفرة ودرتها في التلاجة وخليتها حتى تولت على هاد الشكل هاد الموزة في الاصل راه كانت على هاد الشكل هادا من احسن تديري ها في التلاجة واحد ثلاثة ايام ولا اربع ايام حتى كتتدبل ولكرة ما كتخمش رأح ديالا كتكون بقى زوينا لانا اللي اخدينا هادا هادا ما كي كتجي هاد الوصفة ناقصة شي شوية من احسن نديروه بهاد الموزة او البانانا اللي خلينا ها في التلاجة كيف ما كتشوف ورا ما ما حامضة موالو وماشي فاسدة و اللون ديالها كيتغير وكتولي بحلة فيها فيها واحد إلاستيك ما عات كيفاش غدي نقول لكم كتولي فيها واحد بحلة فيها شي جيلاتين من بعد غدي نضيف عليها هاد الملعقة ديال بروتين وغدي نطحنهم مزيان إلا ما بغتيش تطحنهم إلا كانت عندك هاد الموزة بحل هكذا بحل شكل ديال الموزة اللي عندي ادريها غير في الزلافة واتطحنها بالقفادية الملعقة غير تمعسيها غدا تمعسيها غدا تمعسي انا غدي نطحنها فتحانا حتى فتحانا ممكن تشد شي وقت كتير بسرعة غدا تطحنيها ولكن البنات هاد الوصفة رها رائعة فوقاش ما بغتيش تغسلي شعرك نديرها هي اللول غدي نورك الطريقة ونورك المدة وغادها تعطيك واحد شعر جد جد رائع من بعد ما تحنتها كتولي على شكل كريمة بحل هكذا انا غدي نفرغها في هاد الزلافة وباقي غدي نضيفها واحد للمكونات خلاتها هما اللي غدي نقدروا نعوضهم كل شي قدروا نعوضهم هاد الوصفة لابنات كلهم اللي بغاوا يديروها يقدروا يديروها انها بالمكونات الاصلية كتكون اكتر كتنجح اكتر وإلى عوضناها غدا تنجح اكتر غير راتبعوا معايا أنا من بعد هاد الجوج ديال المكونات غدي نكملهم هكذا بتخلط كنت لكم في الزلافة من الأب والبلامة ما رغير كاتمع سيوم كيتطحنوا من بعد غدا نضيف زيت جوز لهند او زيت الكوك كي مسلا نوريكم العلبة الاولى او البواطة الاولى اراها كتشرب حال هكذاك هاد انا مصاوبة في المنزل ارا فاتلي صيبت زيت الكوك ودرتو في واحد الوصفة درتو معاكم عندي في القناة انا هنا درت ثلاثة ديال ملاعق صغير البنات هاد الوصفة غانية بزاف تقدروا تديروا جوج ديال الملاعق فقط صغير ولا ملعقة كبيرة ولكن انا بغيت باش نعززها اكتر در ثلاثة ديال ملاعق واحتهد زيت الكوك تقدر تعوضيه من بعد غادي نضيفوا زيت اخر اللي هو زوين بزاف بالنسبة للشعر لاننا ما كنبغيوش غير اننا نرطبو الشعر واننا ما كنبغيو نرطبو ويلا كان كينسل شي شوية ما يبقاش كيطاح ووطنوط ديال خلفه اذا غدا نضيف زيت الخروع زيت الخروع دائما فاش تبغيوش تشريه حاولو بشربو الاصلي وكي ما تنقول لكم دائما الاصلي تيكون خاتر زيت الخروع اللي كيكون سائل بحاجة زيت ارقان ويلا كي شبه زيت اللوز في السيولة ما تديروش هادا شفتو هادا شحر خاتر حاولي دائما فاش تشري زيت الخروع تقلبي القرعة هاكدو 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 يلا شتكي هبط خاتر عارفو بان نورا زيت الخروع اصلي يعني زوين ما مغشوش حتى لا كان مغشوش على الاقل ما شو بوحد الدرجة كبيرة من بعد غادي نضيف انا واحد المكوه اللي كيعجبني بزاف هو القليسيرين هاد القليسيرين كيتباع اللي كيسولون علي دائما كيتباع في البطارة انا ما بقاش عندي منه بزاف ولكن غادي نحاول لانني محتاجة غير ملعقة صغيرة ولكن عندك القليسيرين تقدر يدري احتمي العاقة كبيرة هاد القليسيرين زوين بزاف بالنسبة للشعر كيربطو خصوصا دك الشعر اللي كيكون هايش فاش كيتغسليه وكينشف إلا ما دهنتيش كيطلع كيبدا كيطلع لا ولا لا درتي لي السوشوار كيكون دك الشعر إليك تخيك اللي كدري لي السوشوار وكيبدا كيت كيطلع عليه الشعر دياله كيطلع اذا انت هو كيستقل هاد القليسيرين وهاد القليسيرين رهما كيستقل الشعر كيستقحت للبشرة للبشرة ديالها جافة وما عندهاش شي كخام يضغط طعم بحالها كده وكيستقل 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 الروطوبة دياله كيستقل بحالة وكيستقل بحالة دهين دياله ما تيبقى شاد بزاف الشعر ولا تحتف بشرة من بعد غدا نضيف وحد الملعقة كبيرة ديال زيت زيتون وكن خلط قد ما اضفت الزيت قد ما هاد الوصفاتي واللي القوام ديالها تقيل شي شوية بحالة شكل ديال الزيت ماشي بحال الماء إلا اضفنا الماء كايولي القوام خفيف إلا اضفنا الزيت كايولي القوام اتقيل بحالة شكل ديال فاشك ندكرون نديرو في المايوناز بحالة شكل ديال بحالة شكل ديال بحالة شكل ديال هاد هي الوصفة ديالنا وصفة رائعة بروتينات زيوت زوينة والموز لكلو فيتامينات للشعر وصفة اللي قدرتيها كل مره بغيت تغسلي شعرك وهاد مكوينة طعم إلا شريته مخطرة بحالة ما غاديشي الموز شريه هكذا وخليه وخدريه حتى في كونجيلاتو غالبنات ماشي غير في تلاجة ديريه حتى في كونجيلاتو غادي بقى دائما خرجي واحد جوش دقائق ولا ثلاثة يدي كونجولة غادي تصيبه بحال هكذا مفاسد شو او طيب إلا كنتي جي بتيه غير ثلاثة يام واربع يام ديري غير في تلاجة وصفة جدة رائعة غزالة زوينة بزاف هادوك الزيوت كاملين والبروتين اللي قلت لكم تشريه من عند إما من الهاصل ديال الانترينمون من عند الانترينور ولا من عند شي ولد اللي كيلعب وكيلعب هاد شي ديال الميسكيلاسيون كيتريني هاد البروتين تقدري تعوضيه ما عندك كيف ما قلت لكم قبل ما تعوضيه إلا كان حداكم شي صال ملعقة كبيرة كافية هو في الأصل غالي ملعقة بخمسة درام وعشرة درام ره مزيان ويقدر إلا كنتوا تعرفوه غير فعبو وإلا ما كانش عندك هادك هادك البخوتين تقدري تعوضيه بواحد الصفر ديال البيضة الصفر بيضة ما تدريش البيض بيضة بيضة عادية هو من الأحسن بيضة البلدية لما كانش دير البيضة العادية هانتي عوضت البروتين اللي ربما غادي تقولي ليرا ما عندكش بحقيقة الأمر بحقيقة الأمر تقدري ما تصيبيش منينة شريلة ما كانش احداكم شي صال ما كنتش كتعرفي شي احد اللي كيتريني إذا نعوضوه بالبيض بالأصفر ديال البيض فقط ماشا البيض ديال البيض كاملين تقدري تعوضهم بزيت زيت 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 ديال هكي دير والمكونات راكم عرفتوا اشنو اشنو فيهم لان اغلب الناس كيكون عندهم مثلا اللي عندهم فقر الدم تينصحهم الأطباء بأنهم هيكلوا البروتينات عندهم نقص ديال البروتينات اضافة على نقص الحديد نقص ديال البروتينات او نقص الحديد اللي موجود في اللحوم وفي البروتينات ديال القاطعني والإنسان اللي تيكون عنده فقر الدم وبعض الأمراض أخرى كتصيب ما عندوش بروتينات بزاف ما عندوش لفاق الشعر ديالو كتصيب دائما كيتقصف دائما اذا احنا هنا درنا في البروتينا درنا فيه الموز اللي فيه الفيتامينات بزاف ودرنا فيه الزيوت كلها زوينة زيد الكوكوزان زيد الخروع زيد الزيتون وكيفما قدلكم كل شي تقدروا تعوضوا وصفة جيد رائعة طريقة باش غادي تديرها غادي تدير الشعر ديال كيكون ناشف وما يكونش متاسخ بزاف كيفما قدلكم اذا كان عارفوا بأننا ما كانش شو واحد اللي ما يغسل الشعر الجوج للخطرات في الأسبوع اذا الشعره ما تكونش متاسخ غير ما يكونش معرض الغبرة بزاف وغادي تديريها كيفما قدلكم كيفما قدلكم تديرها بخصلا بخصلا وكاتماسي تبطل خصلا حتى اللي تحت وكاتماسي تبدأ من الجدر تبطل خصلا حتى اللي تحت و تماصي كاتجمعي في الأخر الشعر ديال كويلا كنتي كاتعرفي نديري الباتشا سيميو نديري لي الباتشا وكاتجمعيه كاتديري لي الفيلم تردخل خصلا حتى اللي تحت احبه ويستخدم به مؤسسه وضع ديري لي وحد الدرع و تتخليه لمدة جو سواء من بعد كاتتغسليه عادي لما ما يكونش سخون بزاف لأنك إلا كنتي ديره فيه الخما تكوني ديره فيه البيض وخما تكوني ديره فيه البيض هديش دلك في الشعر ديالك وما غاديش بغاه يحيد وخما تكونيش ديره فيه البيض الشعر الجاب في الناج ولي كيبغي انك خاصك ترطبيه تغسليه بشامبوان وكما العادة شامبوان فاش ندره في الشعر مما كان مشطوش الشعر كان مشطوش الشعر قبل وكان شامبوان وكان شلل شعري وهي اللي نعود نمشط حتى نحي شامبوان ونجمعه وصفات جدا رائعة اتمنى ان تعجبكم وديروها وتشوفوا النتيجة وترجعوا لي في التعليق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة